أطلقت مؤسسة حياة كريمة جلسة حوار مجتمعي موسعة لكافة فئات المواطنين في قرى الريف وذلك بمشاركة القوى الشعبية والتنفيذية بمدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية ضمن سلسلة من الحوارات المجتمعية بدأتها المؤسسة استعدادا لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة أقيمت الجلسة الحوارية بمركز القنطرة غرب والذي سوف يتم بدء العمل فيه قريبا ضمن مراكز المرحلة الثانية من المبادرة جاء ذلك تنفيذا لتوجهة الرئيس عبدالفتاح السيسي واستعدادا لإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية حياة كريمة واستجابة لدعوة الحوار المجتمعي لمؤسسات المجتمع المدني لإجراء حوارات جماهرية في كافة محافظات الجمهورية مع مختلف أطياف المجتمع